ها هي ذي مصر تبدأ عهدا جديدا بعد ان انتصر الاسكندر المقدوني على الملك الفارسي داراء الثالث عام ثلاثمائة واثنين وثلاثين قبل الميلاد لانتهي الحكم الفارسي لمصر ويبدأ عصر البطالمة بتولي بطلوميوسا الاول حكم مصر ويستمر هذا العصر قرابة الثلاثمائة عام حتى كانت معركة اكتيوم البحرية التي وضعت النهاية للعصر البطلمي في عهد الملك كليوباترا السابع ويبدأ الحكم الروماني لمصر عام ثلاثمائة قبل الميلاد تابعونا للنهاية لنعرفكم على تلك الحقبة الهامة من التاريخ المصري القديم بعد وفاة الاسكندر الاكبر عام ثلاثمائة وثلاثة وعشرين قبل الميلاد قسمت ولايات امبراطورية الاسكندر بين قواده ليحكموها باسم التاج المقدوني فكانت مصر من نصيب بطلوميوس بيلاجوس المقدوني الذي تسمى ببطلوميوس الاول والذي جعل الملك وراثيا في ذريته ومن هنا جاءت تسميتهم بالبطالمة لانهم جميعا تسموا باسمه اتخذ البطالمة من مدينة الاسكندرية عاصمة لهم فهي المدينة التي اسسها الاسكندر الى جانب ذلك فقد كانت بموقعها على البحر المتوسط اقرب الى بلادهم مقدونية وابعد عن احتمال الانقضاد عليهم من المصريين فيما لو اتخذوا عاصمتهم في منف تعامل البطالمة مع المصريين اهل البلاد نظر البطالمة الى مصر على انها مستعمرة مقدونية فهم لم ينسوا يوم انصفتهم اليونانية واستمرت اللغة اليونانية لغتهم وقد جعلوها اللغة الرسمية للدولة ولم يعترفوا باللغة المصرية في مخاطباتهم او في مراسلات الحكومة وكانوا يجهلون اللغة المصرية ولم يحاولوا قط ان يتعلموها ولم يتعلمها سوى كليو باترا السابع اخر البطالمة هذا بالرغم من طول المدة التي حكموا فيها مصر والتي بلغت ثلاثة قرون وقد هيمن البطالمة على الطبقات الارستقراطية ومنعوا معظم المصريين من الوصول اليها واستأثروا بالمناصب الرافعة في الدواوين وفي القصر الملكي واستنزفوا ثروات البلاد ولم يكن للمصريين نصيب سوى في الوظائف الصغيرة فحسب وقد استعلاء البطالمة على المصريين عامة ومن ثم لا عجب في ان اخذت هجرة المقدونيين واليونانيين الى مصر تتفاقم في عهد البطالمة اذ رأوهم يؤلفون دولة يونانية ويجتذبون بني جلدتهم الى مصر ويراغبونهم في البقاء فيها بمختلف الوسائل والامتيازات ولم تقتصر تلك الامتيازات على اليونانيين فقد تعمد البطالمة ان يتخذوا من اليهود عملاء لهم واولياء واغدقوا عليهم المزايا ليضمنوا بقاءهم الى جانبهم وليفسدوا بهم القومية المصرية وهكذا ومع التفرقة في المعاملة بين المصريين واليونانيين كان على المصري الذي لديه طموحات لدخول البيروقراطية الحكومية ان يتعلم اولا اليونانية ويتبنى ثقافة اليونانية الى حد كبير وبلغ تعصب البطالمة لجنسهم وكراهيتهم للمصريين ان حذر بطل ميوسى الثاني على المصريين الوافدين على الاسكندرية ان يطيلوا اقامتهم فيها ولما زال هذا الحذر تألفت من المصريين بالاسكندرية طبقة من الصناع والعمال وبعض الجنود وكانوا يعتبرون عنصرا اجنبيا عن المدينة ولم يندمجوا في هيئة المواطنين النظام السياسي والقانوني في عهد البطالمة بنى البطالمة بيروقراطية هرمية لحكم البلاد حيث كان بطل ميوس يجلس على رأس الهرم ياليه السياسيون والوزراء على رأس قطاعات الاعمال المختلفة والوزراء الاقليميون حتى زعيم القرية كان له مكانة في الشبكة التي تربط الجامعة ببطل ميوس كما تم تقسيم مصر الى قسمين كبيرين على غرار النموذج المصري القديم مصر العليا ومصر السفلة كذلك تم تقسيم كل قسم الى مديريات يرأس كل واحدة منها موظف كبير يطلق عليه القائد ولا بد ان يكون يوناني الاصل ويستمد سلطته ونفوذه من الملك مباشرة ويخرج من دائرة هذا التقسيم ثلاث مدن اختصها البطالمة بنظام مستقل وهي الاسكندرية وكانت العاصمة وموطن الادارات الحكومية وبطلمية وهي العاصمة الثانية التي اسسها بطل ميوس الاول في صعيد مصر خاصة من الناحية الادارية ونقراتيس وهي مدينة اغريقية اعدت موطنا للاغريق المقيمين في مصر هذا وقد استورد البطالمة القوانين اليونانية مع الحرس على عدم السبدال القوانين المصرية التقليدية وقد ادى هذا الى انشاء نظام قانوني من مستويين وكانت العقود المبرمة باللغة اليونانية تسوى فقط للقانون اليوناني في المحاكم اليونانية اما العقود المبرمة بالديموطيقية وهي احدى الخطوط المصرية القديمة فتسوى في المحاكم المصرية النهضة في عهد البطالمة شهدت مصر في عهد البطالمة الاول نهضة كبيرة فقد اتم بطل ميوس الاول انشاء مدينة الاسكندرية كما خططها الاسكندر وتم تشيدها في عهده وفي عهد خلفه بطل ميوس الثاني وصارت من أعظم مدن العالم موقعا ومكانا كما أنشأ جيشا وأسطولا عزز بهما القوة الحربية التي تركها الإسكندر في مصر واتخذ منها وسيلة لإخضاع مصر لأطماعه الاستعمارية وتحقيق أغراضه في البلدان المجاورة إلا أن ذلك الجيش كان معظمه من المقدونيين واليونانيين ولم يجندوا فيه المصريين خوفا من أن تستثيرهم الروح الحربية وتحفزهم إلى المطالبة بحقوقهم والسقلالهم ولم يتم إدخال المصريين في الجيش إلا في عهد بطلوميوس الرابع وذلك عندما أعد أنتيوخس ملك سوريا جيشا لمهاجمة مصر وأدرك بطلوميوس الرابع أن قواته المقدونية واليونانية ليست كفيلة بصد هذا الهجوم فاضطر إلى إدخال المصريين في قواته المسلحة كجنود محاربين ليزداد بهم منع كذلك فقد أقام بطلوميوس الأول على صخرة شرقية جزيرة فاروس المنارة التي شهرت بمنارة الإسكندرية العظيمة والتي اعتبرت إحدى عجائب الدنيا السابعة القديمة وأكملها ابنه بطلوميوس الثاني ازدهرت التجارة الخارجية في عهد البطالمة الأول وصارت الإسكندرية ملتقى القادمين من القارات الثلاث وبنى بطلوميوس مدرسة الإسكندرية الجامعتية المعروفة بدار الحكمة وجمع فيها العلوم المعروفة في ذلك العصر من فلسفة وآداب ورياضيات وطب وجغرافية وطابعة وفلاك وجلب إليها طائفة من العلماء اليونانيين في عهد بطلوميوس الثاني تم إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت أكبر مكتبات العالم القديم الأمر الذي أدى لتدفق العلماء والمفكرين الإغريق إلى مصر وزادت بها التعددية الثقافية ودمجت حضارة اليونان الجديدة مع الحضارة المصرية القديمة الديانة في عهد البطالمة عمل البطالمة على تأسيس عقيدة جديدة توحد المصريين والإغريق سويا من خلال إدخال معبودات هجينة جديدة وكان من أهم هؤلاء المعبود سيرابيس وهو المعبود الذي يمثل الثقافة اليونانية المصرية وقد أعاد البطالمة ترميم عديد من المعابد القديمة وأقام معابد جديدة وعددا من أفضل المواقع المصرية المحفوظة والأكثر زيارة اليوم مبنية على يد البطالمة فمعبد حوروس الشهير في مدينة إدفو هو إعادة بناء بطلمي لمعبد مصري مدمر ومعبد فيلا المكرس للمعبودة إيزيس جنوب سد أسوان بناه في الأصل بطلميوس الثاني والمعابد في دندرة المخصصة لمعبودة الخصوبة حتحور وكوم أمبو هي منشآت بطلمية أصلية وهذا دليل على أن البطالمة تروجوا للمعبودات القديمة بل وعبدوها إنهيار دولة البطالمة لم يركن المصريون لحكم البطالمة فقاموا بعدة ثورات أضعفت النظام البطلمي إلى جانب الضعف الذي كان يعاني منه النظام بالأساس بسبب الصراع على الحكم والانقسام الذي ساد البيت البطلمي وانتهى بهم الضعف إلى الارتماء في أحضان روما يلتمسون منها المعونة والحماية لكن روما عملت على تفكيك عرى الدولة البطلمية وصارت الحكمة في المنازعات الداخلية فيها وازداد نفوذ روما بشكل كبير حتى كانت نهاية الدولة البطلمية في مصر على يد الرومان في عهد كليوباترا السابعة التي اكتسبت سمعة طيبة في اهتمامها برعاياها وكانت أول حاكم بطلمي يتكلم المصرية ولهذا كانت محبوبة إلا أنها انتهجت نهج سابقها من الحكام البطالمة الضعاف الذين توددوا إلى الزعماء الرومان للحفاظ على السلطة في مصر حتى إنها ارتبطت بيوليوس قيصر وأنجبت منه ابنها قيصرون الأمر الذي ضمن لها الحكم الدائم لمصر لكن بعد اغتيال يوليوس قيصر انقلبت الأمور رأسا على عقب فقد اندلع الصراع على الحكم في روما بين مارك أنتونيوس والشاب الطموح أكتافيوس وكانت كليوباترا قد ارتبطت بأنتونيوس مراهنة عليها إلا أن رهانها كان خاسرا فقد هزم أكتافيوس الزوجين في معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد وانتحرت كليوباترا بسم الأفعى ليكون هذا الحدث بمثابة النهاية للحكم البطلمي وبداية للحكم الروماني لمصر ناموا بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر